السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من أخواتنا المشاهدين المتابعين بيكتب لي في التعليقات بعد إذنك اهتم شوية بموضوع توليد الكهرباء سواء كانت من طاقة الرياح أو من الطاقة الشمسية فبناء على كده هنركز شوية وبناء على تعليقات أخواتنا لازم نهتم شوية بكل طلب بيطلبوا مننا أخواتنا المشاهدين المتابعين مبدئيا أنا معايا الجهاز اللي قدامي أو الابتكار اللي موجوده قدامي اللي قدرت أعمله باستخدام الفرغة بتاعة مطور الموتسيكل علشان أقدر أحصل على المولد الصغير اللي قدامنا اللي هينتك كهرباء من الملف اللي موجود قدامنا دلوقتي أنا إزاي في فيديو اليوم قدرت أنت الكهرباء تصل معايا لحد ربعمية فرغة باستخدام ملف الموتسيكل اللي موجود قدامي حاجات دي عبارة عن إيه لو حد لسه بيشوفنا أول مرة لأن أنا شرحت الكلام ده في فيديو قبل كده وفي كذا فيديو قدرنا نعمله قبل كده أنا شرحت فيه أنا جبت الجنب اليمين والشمال بتاع الموتور وقدرت أقفله بالشكل ده واغتفيت بالحدافة بالداخل وهنا ركبت طنبورة زي ما انتم شايفين واليام ما دي فيه الملف اللي قدامنا ده ما فيهوش زيت ولا فيه تروس ولا فيه أي حاجة خالص هو بس مجرد حاجة بس تسبت أو تسنطر عليها ملف الكهرباء ونسنطر عليها المغناطيس ده علشان نقدر ننتج الكهرباء نتيجة للدوران أنا مش محتاج أي كابلات تاني غير الطرف اللي قلنا عليه البنبة واللون الأصفر اللي قدرنا نطولهم كده ونوصلهم هنا علشان نشوف هينتج معاي كهرباء اي سي على الطرفين يبقى أنا هابدأ اركب بقى دي كده اها علشان نشوف عملية الدوران هتبقى ماشية ازاي وهينتج معاي كهرباء ازاي بسم الله الرحمن الرحيم لازم نسبت دي كده في المنتصف ونبدأ نربط السامولة بالشكل ده اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام يبقى هنبدأ نلف دي كده سواء باليد او سواء اللفها دلوقتي هنشوف نلفها بايه علشان ننتج من نهي كهرباء هتوصل معاي لحد ربعمية فول يبقى أنا هسبت كده الافو على الطرفين بتوع الخروج اهو وهنجي هنا على اياس الكهرباء الاسي ونبدأ نلف بايدنا بس كده نشوف الكهرباء هتوصل معاي لحد فيه وهشوف ازاي يقدر لفه بايدي ويقدر يشغل معاي كهرباء متين وعشرين نتيجة لأقل دوران هنبدأ نفتح كده ونجرب باسم الله خلي بقى ده او يصد من هنا كده عشان نشوف ونبدأ نلف بايدنا كده باسم الله الرحمن الرحيم طبعا الفولت هنا يعني انا اقصى حاجة بلف اهو اقصى حاجة بيجيب معاي كم فولت بيجيب معاي خمسة فولت باليد كده خمسة فولت طيب ازاي يقدر الفه بمحرك بسيط ما يستهلكش من الكهرباء وينتج معاي كهرباء تعدل متين وعشرين وثلتمائة فولت والثلتمائة وثلتمائة وخمسة فولت ده اللي هنعرف دلوقتي لما نتابع المحتوى للنهاية طيب انا كده مبدئيا عايز حاجة تكبر لي الفولتية اللي خارجة من هنا وتخرجها لي كهرباء متين وعشرين كهرباء اسي انا دلوقتي علشان اقدر ارفع الفولتية اللي خارجة من هنا جبت محول اتناشر زيرو اتناشر علشان ابدأ اشتغل على الاطراف اللي اتنسبني انا لو وصلت على الاثناشر زيرو هيديني كهرباء هنا هتبقى اعلى طيب لو وصلت على الطرفين اللي هو الاول والاخير اللي هي تقريبا الاربعة وعشرين فولت هيديني كهرباء نص القيمة نبدأ نوصل كده ونجرب مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ نجرب الاول على اطراف بتاعت الاثناشر فولت انا كده وصلت على الطرفين الاثناشر فولت هو المحول ده في الاصل يفترض انه هو بياخد بنتين وعشرين وبيخرجلي على الطرفين الاول والاخير اربعة وعشرين فولت وبيخرج على الطرف الاول والتاني اتناشر فولت طيب لو خط اللي في المنتصف والاخير بيخرج اتناشر فولت يبقى قولنا اتناشر زير و اتناشر انا هنا عملت عملية عكس الدخول يفترض انه يدخل هنا المتين وعشرين لا او يخرج معي هنا الاثناشر لانا عملت العكس فنبدأ نشوف النتيجة هتجيب معي كم فولت على اللمبة اللمبة نوصل كده اللمبة ونبدأ الف بإيدي نجرب كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم اللمبة من ورقة دي لامبة متين وعشرين فولت تمام بعد اذنك ممكن تفك دي كده وتجرب لي الفولت مباشرة علشان نعرف الفولت بيوصل معي لحد كام هنجي هنا على متين فولت ونبدأ نجرب كده باسم الله نوصل الافو اهو ونبدأ نلف بادينا نسبت بقى دي كويس او نجي هنا كده علشان تبدأ تقيس معي افضل تمام ما شاء الله زي ما تشوفين 80 فولت 80 فولت باليد كده 90 فولت 80 فولت 100 فولت يعد المية اهو انا بلف بادينا هنشوف دلوقتي لما نلفه بمحرك تاني ايه اللي هيتم والكارباء هتوصل معي كام فولت ده اللي هنقدر نشوفه دلوقتي حالا انا الاول كنت باللف بادي بادي بادينا خمسة فولت هنجرب دلوقتي هينديني كام فولت وننزلهم ونخليهم كام فولت سريعا ياريت ما ترحش في اي مكان ويلا نوصل على المحرك سريعا انا كده ثبت المولد ده بالشكل اللي قدامنا وهنا هلفه باستخدام المحرك اللي قدرنا نعمله في فيديو سابق قبل كده بيشتغل باستخدام البطارية ال 12 فولت وبيلف معي بسرعة ممتازة جدا بسم الله الرحمن الرحيم اوصل كده تركز مع بعض اهو تركزز تركزز يصبح تركزز 450 فلت ممتازة كم فولت احضر تركزز كم فولت 440 فلت 450 فلت وكما كل شيء قدامك أنت على الطبيعة سنبدأ نفس المشكلة هناك مشكلة غربة ممتدئة نضع هذه اللامبة ونوصل للمبة أخرى نجرب هذه اللامبة بسم الله الرحمن الرحيم سوف نستفيد من هذه المنظومة سوف نستمر معنا ونستمرها ونستمرها كيفية بناءنا على تعليق حضرتك سوف نضيف حدافة حركة سوف نتكبر الفلطية سوف نغزي البطارية من الخارج سوف نشغل البطارية بالطاقة الشمسية سوف نقوم بعمل كثيرة بناء على مساعدة حضرتك لنا وكتابة حضرتك في التعليقات سوف نطور ونزود ونعدل ونعمل ايه بالضبط سوف ننتظر التعليق حضرتك وحبيبي اللي دايما بتشرف فيه وبساعدنا في تقديم المحتوف ان احنا نقدر نستمر يقدر يشاير رفوديات بتاعتنا يقدر يساعدنا بتعليق محترم يقدر يعمل لنا لايك ويشرفنا بالاشتراك وينتظرنا في فيديو جديد ودمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة